فيه في الموضوع وجهة النظر بالمناسبة وجهة نظر الغالبة أو السيدة هي فكرة أنه الأهلي لما يروح يلعب يطر يسافر بداية أن يسيب بلده ويسافر رحلة طيران وإقامة في الخارج ويلعب مع الوداد المغربي على ملعبه وفص الجماهير وده بيقلل من فرص ومن حظوظ النادي الأهلي في تحقيق اللقب الثالث على التوالي والحداشر في تاريخه وفيه ناس ثانية ممكن تكون أقلية شايفة أنه ده ممكن يكون دافع أو حافز جديد ممكن نشتغل عليه مع فرقتنا عشان نحق اللقب في ظروف صعبة ويكون لقب لا ينسى فخليني أسمع رأي نجمنا النهاردة وضيفنا كابتن خالد جدالة في الأزمة والزوبعة اللي ما يتحقليش أبدا أنها ممكن تأثر على فرص اللقاء الأهلي في تحقيق اللقب في الموضوع مساء خير يا أحمد وتحقيقتي لك بنسعد بوجود حضرتك دائما الله خليك أنا سعيد جدا لما بوجود معك أنا كبير إزاي شايف الأزمة الأخيرة دي وشايف أنه ممكن تأثر على فرصة الأهلي فعلا في تحقيق اللقب أو ممكن تكون نقطة دافع أو عامل نشتغل عليه أكثر لدافع على تحقيق اللقب لا أنا شايفها من وجهة نظري أنا أن هي ممكن نقلبها كل الجوانب السلبية اللي موجودة أن الماتش هيتلعب في المغرب وكل فساد الاتحاد الأفريقي وعدم إن هو بيدي قرارات إحنا مش فاهمينها وأكيد لها حسابات خاصة إنما إحنا ممكن نقلب كل الكلام ده لدافع جديد وحافظ جديد بإذن الله يبقى عندنا دفعين بإذن الله لعبتنا إزاي يحصدوا البطولة الأفريقية المرة التالتة على التوالي وده حيبقى إنجاز بإذن الله كبير جدا تاني حاجة إزاي نحول الظلم اللي وقع علينا وعدم تكافؤ الفرص ده جوى الملعب لإصرار وصفات إراضية من حديد وبإذن الله مع إمكانيات الفنية بتاعت فرقتنا ومستر مسماني نقدر إن إحنا نتغلب بإذن الله على فرقة الودات من بداية النسخة دي وقلت وربطت بالتاريخ اللي فات إنه من المتوقع جدا يكون في حالة تربص بالنادي الأهلي على كل المستويات لإنه طبيعي جدا أقول لك هو أفريقي يا فاشغ النادي الأهلي يعني ما فيه فرقة تانية كتير ممكن تحقق لك هو فرقة كبيرة يعني فبالتالي حالة التربص دي الترجمة ولكن الترجمة في مرحلة حساسة جدا من وجهة نظرك شايفها إزاي وإزاي كمان الأهلي يضمن إنه ما يكونش فيه عامل تانية مؤسرة يعني بس ما يكونش ملعب المباراة بس هسمع رد حضرتك وخصوصا ناحية التحكيم وسلامة البعثة واللعبين بس هسمع رد كابتر خالد دي ضالة بعد الفصل نرجع لحضراتكم مرة تانية معاه في السادسة قبل ما ادخل في الأزمة مهم جدا عشان نبقى مركزين مع نفسنا برضو ومحدش عارف عشان ما نسبقش الأحداث تطورات الأمور ممكن توصل لغاية فين فخلينا كمان نركز على الهدف الأساسي بالنسبة لنا دلوقتي هو ضمان التأهل للمباراة النهائية عشان نتكلم على ماتش وفاقص صيف اللي جاي لازم أتكلم على ماتش وفاقص صيف اللي فات ويهمني جدا أسمع وجهة نظر كابتر خالد جاد الله في التطور في التحول اللي حصل في أداة نادي أهلي أنه زي ما قلت لكم على مدار الأسبوع كله الحقيقة وبعد ما احتفلت معكم بالفوز أنه اللقاء ده احنا كنا داخلين واحنا مش متطمنين قوي ومقدماته ما كانتش مرضية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي رأيك في الحالة وفي مستوى الأداء اللي ظهر عليه وده النادي الأهلي قدام وفاقص صيف كابتر خالد ويهي أهم أسباب التحول اللي حصل ده يمكن من أحلى ماتشاط النادي الأهلي أنا سمعتك في الإنترو كلمت على مونتيريو والهلال السعودي مزبوط وفعلا والماتش اللي فات من أحلى العروض اللي قدمها النادي الأهلي أداء ونتيجة مزبوط والنادي الأهلي دايما عودنا كلما الظروف بتبقى صعبة عليه قبل أي مباراة لعبت وعندها من السقة ومن الخبرة بتعرف تلم نفسيها زي وطبعا كان اجتماع كابتر خطيب مع الفرقة قبل مباراة وفاقص طيف كان مفعول السحر لأن الفرقة رجعت للمسار بتاعها الطبيعي الصحيح وتحطت على التراك المزبوط وشفنا نتيجة الكلام دوا ونتيجة التركيز من قبل طبعا مستر موسماني ومن قبل لعيبة التركيز الشديد جدا العرض الحلو قوي اللي هم عملوه والنتيجة الكبيرة قوي اللي هم أمتعونا بيها ودائما جبور النادي الأهلي اللي بيمتعوا وبيبسطوا مش النتيجة بس لأن احنا متعودين نحن نكسب لأ الأداء الحلو كمان فالحمد الله دي من المباريات اللي قدر النادي الأهلي إنه هو يجمع ما بين الأداء المميز جدا والأداء التكتيكي سواء من النواحي الهجومية أو في النواحي الدفاعية على أعلى مستوى وبالنتيجة والأهداف الكبيرة اللي هو الأربع هداف اللي قدرنا نكسب بيهم من بداية الموسم في بطولة أفريقيا كنت حاج شايف إزاي فرص النادي الأهلي وشايف مين أبرز المنافسين ليه والأي مدى تطور مستوى نادي الأهلي في البطول دور تمهيدي دور معجمعات وصورا لأدوار الإقصائية أنا يمكن أكتر فرقة كنت يعني أعتقد أن هي ممكن تنافس النادي الأهلي وخرجت الحمد لله كل الفرقة التانية يعني تقريبا متشابهين وداد زي الرغاء زي وفاق السطيف زي التراجي نفسهم كل الليفل ده وكلهم فرق يعني بتشبه بعض إحنا طبعا من نواحي الفنية إحنا أحسن كتير جدا ولكن التركيز مهم جدا الوصول للهدف صعب ليه صعب علينا السنة دي ومحتاجين إحنا نركز جامد جدا جدا ولعبتنا تركز لغاية آخر ثانية لأن إنجاز تاريخي لو قدرنا إن إحنا نكسب البطولة تالت مرة في ثلاث سنين متتالية دي ما حصلتش طبعا كل الناس مش مرحبة بالكلام دي على التحاد أفريقي مش مرحبة بالدول الفرقة التانية مش مرحبة سيقولك النادي الأهلي يعني ما فيش في أفريقيا فرقة غير النادي الأهلي بالسيادة دي والتميز دوان فمن هنا السنة دي جاية صعوبتها وده اللي إحنا عملين بقى بنشوفه مبرانة هائية في المغرب ومقرب زي ده مثلا ممكن يتكرر مع نادي زي ريال مدريد في أوروبا يعني نفس الحكاية برضو يعني وفي حد مسيطر على أوروبا أو بيوصل لأن هي مرة أو مرة لأ أو بيفوز بالبطولة أو عدد ألقاب زي ريال مدريد لا بس برضو يعني صعب بس إحنا إحنا برضو غير أي حد يعني على مستوى القرى الأفريقية لأن دي الأهلي يعني ربنا يحفظ لعابتنا وبإذن الله حيبقى إنجاز غير مصبوك وده هدف لازم اللعيبة تنام تحلم به لأنه حيكتف تاريخ كل واحد فيه إن أنا تلات مواسم متتالية قدرت أخذ بطوط أفريقيا يعني ولا جيل التمانينات عمل كده ولا جيل التسعينات ولا أي حد فنقطة حتكتب في تاريخهم بشكل كبير جدا ممكن يعني مش حييه وقت تاني ممكن لعيبة تبطل ممكن ما يكررش تاني فمن حقنا إن إحنا نفضل نحفزهم نحفزهم ونبقى وراهم ونحمسهم بحيث إن هم بإذن الله يقدروا يحققوا البطولة للمرة الثالثة على التاريخ سكور عريض مطمئن لحد كبير يعني أعتقد إنه حتى من ناحية المعنوية فريق وفاقص طيف ما عندوش الدوافع ما عندوش الرغبة في إنه يعني أو الإحساس إنه قادر يوصل المبارنة لكن في النهاية هيدافع الفرصه ما عنده شك في ده وهيحاول على الأقل إنه يبقى ندل نادي الأهل ويحاول يحقق مكسب شرفي لكن أنا الحقيقة في كورة القدم والموسم ده تحديداً من خلال حتى متباتل كتير من المسابعاته أهمهات شامبيونس ليج أدركت إنه وفيش شيء محصوم مقدماً ما بحبش فكرة إنه الفوز مطمئن يبقى أنا تأهلت دي هل أنت معايف ده هل شايف إنه مطش السبت اللي جاي مطش صعب بجد ولا زي ما كتير من جميعنا دي أهلي شايف إنه الأهلي خلاص في النهاية لا أنا شايف إنه هو مطش صعب ومحتاج برضو اللعيبة تكون في قمة تركزها ليه هو مطش صعب بالنسبة لفرقة وفاق الصيف هم محتاجين يقدموا عرض كويس ونتيجة كويسة لحفظ ماء الوجه بالنسبة له يعني عشان النتيجة الكبيرة اللي قسروا ليها بأربع هداف يقدروا يخلوا شكلهم كويس ولكن في نفس الوقت أنا الماتش دون أنا مستنيه عشان أعود فرج على لعبة النادي الأهلي حيتصرفوا زي لأن الماتش حيبقى مفتوح لأن انت حتلاعب فرقة وفاق الصيف حتهاجم عليك عشان تقدر أنها تحرز فيك هدف أو تقدر أنها تكسبك بغض فالماتش حيبقى حلو دي من الماتشات اللي أنا أقول لعبة النادي الأهلي انزلوا واستمتعوا باللعب فيها لأنها حتلاقي المساحة وحتقدر تلعب الكرة الهجومية اللي احنا بنعرف نلعبها كويس جدا بس أهم حاجة إزاي ندافع كويس جدا ولما نمتلك ونحتفظ لما نستحوذ على الكرة إزاي نلعب لقدام ويبقى التحرقات من خلف المدافعين بالذات المهاجمين بتوعنا تمام لأن دي من النقط اللي كانت مهمة جدا واللي ديتنا شكل في الماتش اللي اللي فات إن إزاي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات إزاي كل تحرقاتهم مش لتحت فعشان كده كان فيه خطورة إزاي تحرقاتهم كلها للأمام ومن خلف مدافعي وفاء السطيف فأنا أتمنى أن الماتش اللي جاي لعبتنا ينزلوا يستمتعوا ويلعبوا قورتهم بإذن الله نقدر نقدم عرض كويس ونعمل نتيجة كويسة لأن حيلاقوا المساحات اللي يقدروا يلعبوا فيها ويهجموا فيها على فرقة وفاء السطيف مفترض أنك هتلعب المباراة دي وبعدها بإسبوعين إن شاء الله لو كان ليج نصيف في التعامل المباراة هي تلعب المباراة الأهمة في السيزين كله الموسم ده كمدير فني تفكر إزاي تفكر أنك أنت تلعب بالعناصر الأساسية أو العناصر اللي عبت بشكل أساسي في المباراة الأخيرة نفس التشكيل ونفس الطريقة ولا تخاف عليهم لقدر له إنذار لقدر له بعد شر يعني إصابة ما تجذفش بيهم ومنها ممكن تدي فرصة تانية للعيبة اللي ممكن تكون بعيدة شوية إنها تخش في جو المباراة تلعب قبل نهائي تاخد خبرات في بطولة مهمة زي دي لا اللعيبة البعيدة لا دي هتبقى لا مش التوقيت بتاعة ده إن أنا أدي فرص يعني ده من وجهة نظري برضو إن أنا أدي فرص لناس كانت بعيدة رجليها مش في الملعب لا مش التوقيت ده ولا الماتش ده ولا الماتش طبعا ربنا يكرمنا نوصل بالزبط يبقى لازم أجهز ناس تكون هي اللي موجودة فحالة واحدة بس إن أنا ممكن أريح لو حد واخد إنذارين ممكن ياخد إنذار الثالث فأخسره في المباراة النهائية هي دي الحالة الوحيدة ولكن غير كده أنا شايف اللعيبة السليمة 100% واللي رجليها في الملعب واللي هي فت 100% واللي هي عملت كان لها نصيف كبير أو شاركة في الماتش اللي فات في العرض الكويس والنتيجة الكويسة لازم إن أنا أكمل بيها إيه الحاجات اللي أنت شفتها نحن عاربنا ثلاث ماتشات في الدوري ضيعنا فيهم سبع نقط أثروا على أكيد طبعا على الحالة المعنوية للفريق أثروا على يعني مستوى طمئنان الجماهير على فرقتهم وروحنا زي ما قلت في البداية ماتش وفاق سطيف اتغيرت كل حاجة بدني فني ظهر الأهلي بشكل مغير تماما ونجد نظرك إيه أهم أسباب ده وإزاي ده حصل ولو تقولي الحاجات اللي لفتت نظرك كمان في أداء الفريق بشكل كبير قدامه في سطيف إحنا بس في الأول لازم نقول الفرق ما بين ماتشات النادي الأهلي في مثابة الدوري العام المحلي وماتشات النادي الأهلي في بطوط أفرق مش مشكلة مستر موسماني ولعبة النادي الأهلي إن هي بتلعب في الدوري أمام فرق ليس ليها أي دافع ولا أي حافز وفرق يعني أنا من وجهة نظري فرق بتدفع بس ودي مش في قرط القدم مش موجودة في أي حتة في العالم ما فيش فرقة في العالم بتنزل عشان العشة لعيبة يعدوا يدفعوا ويشتتوا الكورة ووقفين في نصف ملعبهم يعني دي مش قرط قدم يعني أنا من وجهة نظري مش قرط قدم هنجري الكلام على الدوري وعلى مستوى الفرق بس خلينا أقول لحضرتك برضو يعني رحم اللهم رئي عرف قدر نفسه مش كلمة أقولها بتقول كده فيه ناس كتير جدا بتشوف إن الفوارق في الإمكانيات على مستوى الجماعة وعلى المستوى الفردي بينها وبين الأهلي تجبرهم على الطريقة كبيرة جدا وبالتالي هو مجبر على إنه يلعب قدام الأهلي بطريقة دي علة وعسى إنه يخطف نقطة وبالتالي بيظهر المشأة وفيه ناس نجحت في ده ما تقدرش تلومهم على إنها قدام الأهلي كبير مصر وكبير إفريقيا قدر ياخد منه بنت حتى وإن لجأ لطريقة زي ما حاجبت تقول انتهت من عالم كرة الخدر بالزبط بس هو النجاح مش إن أنا ألعب قدام النادي الأهلي ياخد بنت مش قدام إن وجهتنا زي برضو النجاح مش كده لأن نجاح بالنسبة لي كمدرب أنا ماسك فرقة إمكانياتها الفنية نقدر نقول متوسطة برضو مش هلعب كده يعني بدل يعني أهلعب إزاي بدل ما أنا بهاجم لو عندي إمكانيات لعيبة على مستوى عالي وأنا كرة معايا وبهاجم بهاجم بستة وسبعة لعيبة لا لو إمكانيات لعبتي متوسطة لا هاجم بتلاتة لعيبة بس لازم ههاجم يعني لازم هنتقل من نص ملعبي لنص ملعب الفريق المنافس اللي أنا بلعب ضده إنما لما أفضل تسعين دقيقة ده من التمنتاشر وعمالة شتت وعمالة شلت وعمالة يعني ما ينفعش يعني هي مش كورة وأكبر دليل على كلامي ده اتفرج على فرق الدوري لما بتلعب بعض بعيد عن الناد الأهلي اتفرج اتفرج انا برحة تفرجت مثلا الماولين واسترن كامبن لا يعني حاجة حصة ألعاب أنا وأنا قاعد بتفرج بقول دي حصة ألعاب مش كورة لا يعني هما دي يعني بدل بدل يعني الكلام الحاجة بتقوله ده على رغم إن مقاومات عندك دوري قوي في مصر في سنة فاتت وبالتأكيد الدولي السنة دي قياسا بعشر أو عشرين سنة فاتت الفرق بقت كبيرة الملاعب بقت أحسن بشكل كبير جدا النقل التلفزيوني الحقوق الرعاية والإعلانات الأسعار بتاعت اللاعبين والصفقات المدربين على مستوى مديرين فنين ورغم كده حاجة شاف إنه المرضود بتاعة الدولي المصري لا يتناسب مع حجم لا يتناسب خالص وأكبر دليل برضو على كلامي تعالى أشوف منتخب مصر اللعيبة اللي بتنضمه وتلعب في منتخب مصر منين أهلي الكيان الأكبر زمالك بيرامدس مش معقولة هتعمل دوري عشان تاخد منتخب مصر بقى من ثلاث أندي وممكن يعني ما ينفعش طيب ما هو ده لو الدوري قوي لا هتلاقي بقى أن انت بتاخد من هنا ومن هنا ومن هنا ساعات بقى مديرين فنين لمنتخب مصر بياخدوا لعيبة جديدة من نوادي تانية يقول لك يا سلام ده بص خد من هنا ومن هنا وما بيلعبوش وبيمشوا فعشان نقول دوري قوي يبقى منتخبنا لما يكون مثلا في عشرين لعيب بيضم من سبع تمن أندي طيب أنا هاجي لقصة الدوري الدوري عندنا فيه إشكاليات كبيرة جدا مؤثرها على لعيبة ومؤثرها على الأندية ومؤثرها على المنتخبات ومؤثرها على على كل حاجة الحقيقة سلبا يعني ايضا تأثير إيجابي تأثير سلبي بس هاجي لنقطة الدوري دي في حتة تانية شايف الأهلي إزاي يحافظ على الروح وعلى إيقاع وعلى مستوى الأداء فنيا وبدنيا مش بس في مشواره في دوري أبطال أفريقيا لكن السيزن ده كله بما أنه الأوراق السندي أعتقد سكر الأهلي السندي أفضل بكتير جدا من السنة تانية اللي فاتوا ومع ذلك الجيل ده بقى عنده خبرة تحقيق بطولات دولية عنده دايس في دوري أبطال واخد لقبين متتاليين دايس في بطولة كبيرة زي لعب معندها كبيرة زي بالميراس ومونتري والهلال وقدر يحقق نتاج إيجابية وحقق برونزيتين إزاي تساعد الفريق أو إزاي تبص الفريق على أنه يقدر يكمل بنفس الإقادة لنهاية الموسيقى إنه هم بإذن الله يبقى التركيز بنسبة 200% في بطولة أفريقيا الوقت الماتش اللي جاي بتاع وفق السطيف في الموران نهائية بإذن الله الدوري الدوري بعد كده بعد كده يبقى فيه كلام تاني ويبقى فيه إزاي يعني مستر موسيماني يبتدي يفكر إزاي يتغلب على النواحي الدفاعية اللي حيقابلها من الفرق في بطولة الدوري العام ودي حتيجي يعني طالما إحنا بنوصل واللعبة بتضيع يبقى ما فيش أي مشكلة دي حتيجي مع الوقت ولكن التركيز دلوقتي بنسبة 200% وخلق الدوافع الجديدة وتفكير اللعيبة فيه تحقيق الإنجاز التاريخي تلت تلت بطولات أفريقية هيخدون في تلت سنين متتالية هو ده يبقى الأساس بعد كده نخلص من المباراة اللي جاية وفق السطيف نعدي هذا الدور نبتدي نفكر في مباراة النهائية اللي هي ممكن تبقى مع الوداد ومعالش أنا هقول كلمتين خليك فاكرهم فرقة بيترو اتليتكو مع الوداد ماتش مسسهل ماتش مسسهل يعني ممكن الوداد يخرج ممكن ليه لان فرقة بيترو اتليتكو من الفرقة اللي بتلعب كورة كويسة جدا أنا فرقت على الماتش فرقة كويسة جدا والماتش اللي خسروا فيه ثلاثة واحد في إنجولا ده مش هيكرر سوق بخت غريب جدا الوداد وصل أربع مرات لجون جابه ثلاث تجوان فرقة بيترو اتليتكو هتبقى سئيلة جدا في الوداد وحتلعب في المغرب وحتلعب مباراة كبيرة جدا 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 وممكن تكسب عندهم الإمكانيات بالذات الناس المهاجمين وناس نص الملعب المهاجمين لعيب على أعلى مستوى فالماتش إحنا لسه ما نعرفش هل بعد الزيطة الاتحاد الأفريخي عملها دي ممكن ما نلاقيش الوداد في الآخر ولعب بيترو اتليتكو على فكرة في المغرب السيناريو ده كان معد مسبقا السنة اللي فاتت أيه وأنا اتكلمت هنا حتى لما كنت بتكلم مع زميلي في القناة هنا قبل الماتش معرفش كهو كان صحيح يعني كايزر تشيفز ما كانتش هو الفريق اللي يخد وشوفت حتى مواجهته قبل ما يوصل لمواجهة الوداد فقبل النهاية كان بيلعب مع سيمبا التنزاني شوفت سيمبا عمل عليهم جيم وعمل عليهم ريمونتادة في تنزانيا عنيفة جدا وكان ممكن يتأهل لمواجهة الوداد لكن أنا كان عندي أساس أنه إحنا نقابل كايزر تشيفز وقلت لهم ده محدد صدق قال لي لا طبعا الوداد هيكتسح كايزر تشيفز ورغم كده كايزر تشيفز وصل للمبارانة هائية وهو اللعب النديل أهلي بالضبط فهو التركيز زي ما قلت لك بس الماتش اللي جاي أنا بس كمان متخوف أنه قصة ملعب ومبارانة دي تكون مقدمات لحاجات تانية لقدر لا تأثر على نتيجة المبارانة هائية في حال وصلنا لها عايزة أسمع رأيك برضو إزاي ممكن أهلي يحصل نفسه وياخد إحتياطاته أنه يمنع أي تدخل ممكن يأثر على نتيجة المباراة أي إن كان ملعب اللي هستضفها بس هسمع إجابة كابتن خالد جدالة بعد الفصل مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وقبل ما أروح لكابتن خالد اسمحوا لي أقول لكم بس أنه الخبر اللي جان أنه أسوان والداخلية تأهلوا بالفعل للدولي الممتاز أو يعودوا مرة تانية بقى لأن الحياة هم ممكن كانوا موجودين قبل كده في نسخ سابقا نتمنى أنه المرات يكون تواجدهم من أجل مش هقول منافسة لكن يعني استمرار في الوجود في الدوري الممتاز أنا عندي كلام كتير في الدوري الممتاز وأنا عارف أنه عندك كلام أكتر بس هأجيله شوية لغاية لما أروح لجزئية المقدمات متاعة أزمة مباراة أو ملعب المباراة التخوف هنا كمان وما حدش عارف إيه ممكن يكون يعني جد جديد فيها أو إيه القرار النهائي في الأزمة دي لأنه الأهلي يعني ناوي على التصعيد لكن حتى مع افترضنا إنه المباراة خلاص هتقام في المغرب أنا الحقيقة عندي تخوفات تانية كبيرة جدا من مواقف مشابهة حصلت في ملعب أفريقية وفي الدول الأفريقية وللأسف هقول في بعض الملعب الدول العربية تونس كان لنا مواقف كتير جدا مع النجم السحالي والترجي مع الوداد ومع الرجاء في المغرب حصل قبل كده فبالتالي إيه الحاجات التانية اللي ممكن يبقى لنا تخوفات فيها مرتبطة بالتحكيم مرتبطة بالفار مرتبطة بالجماهير اللي هتحضر مباراة أو الجماهير حتى اللي موجودة خارج ملعب المباراة كل ما هو داخل الملعب داخل المستطيل الأخضر ملناش دعو بالجمهور كل الحاجات الخارجية دي لعبتنا ما تحطهاش في دمخها خالص إنما جوه المستطيل الأخضر إيه اللي المفروض عليها إن احنا نعمله نمرة واحد طبعا التحكيم إحنا ما نعرفش يعني هيبقى ماشي مظبوط ولا هيجامل ولا هيبقى مش المفروض إن احنا ندي التحكيم أي فرصة إنه هو يجامل الفريق اللي المباراة تلعب على ملعبه فكرة المطالبة بالتحكيم أجنبي في نهاية دوري أبطال ممكن تبقى وردة ممكن تبقى مطروحة دياريت دياريت يعني ياريت دي تبقى حاجة تبقى خطوة كويسة جدا شوفناها وطلب كويس جدا شوفناها في بطولة أمم أفرقية ومنطقي جدا وما فيوش أي تجاوز فيه بروتوكول تعاون بين اليويفة وبين بالزبط لا وبإذن الله قدرت النادل أهلي طبعا برئاسة كابت المحمول الخطيب هتعمل كل أقصى ما عندها وكل جهد إن هي تثبت الأمور فيه من خلال كل الاتصالات وكل الضغط وكل حاجة ولكن زي نرجع ما هو داخل المستطيل الأخضر على لعبتنا تخلي بالهم نمر واحد فيش فاولات برا التمنتاشر كتير أو كور مشتركة ملهاش أي لازمة أو فاول ملوش لازمة مفيش داعي جوه خط التمنتاشر فأي كورة يحصل فيها شك إننا قدي الحكم فرصة إنه هو يجامل لا يبقى عيني على الكورة بس الطايمين بتاعي بتاع الدخول يبقى مظبوط وعيني على الكورة بس مش على جسم اللعيب إزاي الكورة معظم الوقت نخليها في نص ملعب لو الوداد وصل في نص ملعب الوداد على طول يبقى حتى لو جاملهم حيجاملهم في نص ملعبهم يبقى مفيش خطور يعني دي حاجتين نمرة ثلاثة الاستحواز على الكورة إزاي نبقى هاديين وإزاي يعني تبقى كورة في رجلنا أطول وقت ممكن لأنه طول مكورة في رجلك أنت الفريل اللي قدامك مش هيجيب فيه جون ومش هيبه خطر عليك فدي من النقطة الأكيد طبعا مستر مسماني حتكلم فيها ولعبتنا فهمها كويس جدا وبإذن الله نتمنى إن جوه الملعب إحنا برضو قبل ماتش الرجاء اللي فات قبل المباراة العودة هناك كنا قلنا برضو الجمهور وسبعين ألف والضغط ولعبتنا راح هناك قدموا مباراة عشرة عشرة وعملوا ممتية كويسة جدا وقدموا عرضة هيل جدا ووضح الفرق في الإمكانيات الفنية ما بيننا وما بين فرقة الرابعة إحنا عايزين نتعامل مع الماتش لو هيبقى مع الوداية في المغرب بنفس الإسلوب إحنا إمكانياتنا الفنية أحسن لازم نبقى هاديين مركزين وزي ما قلت ما هو داخل المستطيل الأخضر لازم نخلي بالنا من ناحية الفولات حوالين خطة 18 المالهاش لازمة جوة 18 التاكلينج اللي مالوش لازمة بلاش تايمين في الدخول يبقى مزبوط أبص على الكورة مش على جسم اللعب عشان ما ديش فرصة لحكم أنه هو يقدر يجامل الفريق التاني اللعيبة اللي ما عندهاش مع الأهل خبرة الماتشات الأفريقية عندك لعيبة كتيرة داخلت السيزن ده ما عندهاش ممكن ما يكونش واغلبهم صرارين يعني ما أعتقدش أنه عبد المنعم لعيب دولي وعبد القادر لعيب برضو عنده شخصات بس أصدقل ما عندهمش فكرة التعامل مع حالة الشحن والمشكلات والضغط الأعصاب والجماهير والكلام ده كله في بطولات أفريقيا ما أخذوش ده مع الأهل قبل كده السنة دي أول سنة ليهم تنصحهم بإيه ودور الكباتن الكبار وليد سليمان عمر السلية الشناوي الشناوي مع اللعبة الصغيرة في الزروف الزادي وإحنا راحين على فقص طيفهم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله من بعده المبرنة بالنسبة للخبرة في التعامل مع الجمهور والمتشاط اللي بره اللي فيها ضغط وبتاع أبتبقى محتاجة وقت بالنسبة اللعيبة ولكن بتتوقف على شخصية اللعب يعني ممكن لعيب شخصيته مش قوية ممكن ياخد وقت عبال ما يتعود على الأجواء دي ولكن لو لعيب شخصيته قوية ووثق من نفسه ووثق من إمكانياته الفنية زي مثلا أحمد عبد القادر ومحمد عبد منا لأن الاتنين دول بالذات أنا تعملت معهم أنا عارف شخصيتهم وعارف دمخهم لا لعيبة تقيلة وجدعان وما بيفرقش معها حاجة وطالما نزلوا الملعب بيقدوا بشكل كويس جدا اللعيبة الكبيرة دورهم مع اللعيبة اللي هي ما عندهاش الخبرات أو اللعيبة اللي ما اشتركتش في الطرقات الأفريقية في المباريات بشكل جديد ستاو مكسوني مثلا أو إنسانة بيلعبهم على الأهنف في الكلام إزاي بقى بيتكلمهم معهم بينصحوهم وده طبعا على مدار الأجيال كلها دور اللعيبة الكبيرة واللعيبة القديمة في الفرقة هو بيبقى كده إزاي بتحتوي اللعيبة الصغيرين إزاي بتلم الفرقة إزاي بتجمع الناس كلها بحيث أن وإنت لعيب صغير مين كان بيكلم معك كابتن خالد النجوم الكبيرة كابت خطيب طبعا نعم رواحد وكلامه كله تتعلم منه وإنت بتلعب يعني أنا كابت خطيب إحنا بنلعب وأنا معاه في الملعب جوه بتعلم منه وبتفرج عليه يعني كرة ما تكونش معاه بتفرج عليه حتى أسلوبه في كلام محترم جدا كلامه يعني زي ما يقول بيمس الحاجة المهمة جدا زي مثلا التصريح اللي هو لما أتكلم مع اللعيبة النهاردة قالوهم الكلام على المباراة النهائية أو ملعب المباراة النهائية مرفوض مرفوض مش دلوقتي خالص وهي دي طريقة كابت خطيب هو كان دايما بيتكلم لأنه هو بسم الله ما شاء الله ربنا متديله يعني الكارزمة اللي هو يقدر أنه هو يوجه كل الناس عايزة استغل وجود حضرتك معايا وافتح ملف منتخب مصر ما نقدرش ننكر أنه إلى حد كبير رغم خيبة الأمل في عدم القدرة على الوصول لكس العالم كان عندنا حلم كبير ونكناش عايزين نستنى 30 سنة تانية ورغم خيبة الأمل حتى كمان في الوصول للقب بطولة الأمم إلا أنه حسنا شوية أنه المنتخب المصري عادة من من سباتنا ومن عميق يعني بقلنا كنا سنين طويلة ما شفناش المنتخب المصري بالحالة دي ماشي ميستر كيروش تم اختيار إيهاب جلال شايف المرحلة اللي جاية وخصاً إيهاب جلال هيخش على طول في تصفيات أمم أفريقيا إزاي وإيه المطلوب من مرحلة كابتن إيهاب جلال إنجاز التعبير إن أنا أقولي يعني مش عارف حاجة تتفق معي في أعادة بناء منتخب مصري يمكن إيهاب من المدربين الكويسين وأنا من الناس يعني اللي بقدرها بشكل كبير ولكن إيهاب الماتشين اللي جايين مش حال حيشتغل ما فيش شغل يعني هو بالنسبة له وهو يمكن نتكلم الكلام ده قالك اللعيبة اللي كانت بتلعب واللعيبة اللي كانت رجلها مع المنتخب واللي بتلعب في الدور قسيين هيلعبه فهنلاقي كيان المنتخب هو هو مش عايبة فيه تغيير يمكن إيهاب بعد المرحلة بتاعة الماتشين بتوع غينيا وأسيوبيا هيكون عنده الوقت المرحلة اللي بعد كده إنه هو يبتدي يشتغل ويبتدي أنا أتمنى له النجاح لأن المأمورية مش سهلة ومش هتبقى سهلة عليه لأن أنا أتمنى له النجاح طبقا أنا عايز حالك تترجمي النجاح ده يعني مش عايز أتكلم على إيهاب جلال إيهاب جلال لما يوصل للنجاح في مهمته الحاجة بتتكلم عليها دي بعد سنة بعد سنتين أو العقد سنتين ممكن يتم التجديد لي ممكن ما يتمش أنا على حسب المشوار لكن في نهاية إيه الأهداف اللي مفترض إنه إيهاب جلال يوصل بيها مع المنتخب في خلال فترة تولي المسؤولية بعد سنتين إنت عايز مستني منه إيه في خلال سنتين يعني أول حاجة أنا بقى أنا معرفش برضو العقد سنتين ليه يعني العقد سنتين ليه المفروض في المنتخبات أنت بتعمل عقد بتشوف أول بطولة أنت هتشترك فيها اللي هي تصفيات الأمم الأفريقية إنه هو يوصلنا للنهايات يبقى لغاية هنا تمام والله نجح أكمل نكمل ما نجحش يبقى يمشي إنما عقد سنتين بيتخللوا إنه إحنا فيه كاس أمم الأفريقية ممكن ما نروحهاش داي فممكن الموديل الفني يمشي فتتفعله شرط جزائي قال لا طب ليه طب أنا يعني خليني فترة بفترة فترة نجاح والهدف من الفترة اللي هو هيشتغل فيها إيه هيوصلنا كاس أمم دي أول حاجة طيب ماشي أوكي وصلنا كمل حنروح نهايات أمم أفريقية طيب حنوصل مربع زهبي موضوع الأهداف اللي لازم تتحدد من قبلها كمل فيه تصفيات كاس عالم إنما أعمل له عقد سنتين أنا معرفش حينجح ولا حيفشل طب ما لو حيفشل أنت لازم حتمشي لأنك مش حتستحمل شروط جزائية لمدربين يعني لو اتحسرت لا حاجة تحزن فليه نحط نفسنا في هذا الكلام ولكن مشوار إيهاب جلال أنا هتدي أحكم عليه اللي هو المشوار الصعب جدا جدا على فكرة منتخب مصر عملية مش سهلة يعني إن انت مش شرط إن انت تنجح مع فرق في الدوري إنك هتنجح مع المنتخب زي ما بنقول مش شرط العيب يبقى باين إنه هو مستوى كويس من خلال مباراة الدوري وتيجي في الماتشات الدولية يبقى مستوى كويس لا ممكن ما تلاقوهوش فمدرب المنتخب زي اللعب الدولي اللعب الدولي بيفرق عن اللعب المحلي والمدرب الوطني يفرق عن المدرب الوطني إيهاب مؤدب أخلاقه عشرة على عشرة أنا أتمنيه له النجاح ولكن هي المهمة هتبقى صعبة ومش هنشوف إيهاب جلال بيشتغر غير بعض الماتشين اللي جاي طيب ده فيما يتعلق بالأهداف لكن فيما يتعلق بالكورة يعني خليني كده أقول لحيك مجموعة من الأسماء ما بعد جيل 2010 تولت المسؤولية من مدارس مختلفة يعني برادلي من أمريكا هكتور كوبر من أرجنتين مش عارف كابتن حسيني بدري من مصر مش عارف كارلوس كيروش من بورتو يعني توليف ومدارس مختلف وبمنطقة الصراحة مع كاملة التقدير واحترام لكل أسماء والله مش عارف مش قصدي أقل من حد بس ما حدش فيهم حسيت له ليه بصمة المنتخب هنا هو هنا هو هنا هو copy paste ما فيش حاجة جديدة من ناحية النتائج ومن ناحية الوصول للأهداف يعني يمكن مكتور كوبر كان أنجح حد فيهم لأنه يوصل كاس عالم ويوصل نهائي أمم أفريقيا لكن حتى وهو موجود بمنطقة الصراحة الناس مكتش راضية عن المنتخب والكرة اللي بيلعبها المنتخب فما حصلش أنه حسنا بتفرة أو نقلة أو إلا شوية مع كيروش وأنا ما بحطهاش لكالب ما بحسباش قوي كالوش كيروش ليه يد ومسؤول عنها في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة حسنا بس بأنه فيه فرق في الروح اللي موجود عند اللعيبة في المنتخب في مطشط البطولة فإذا كنا بنبحث عن تغيير في شخصية في هوية إذا كنا بنبحث عن بصمة المدير الفني وإحنا دايما بنقول المتخبات مصر ما بتحققش حاجة غير مع المداربين الوطنيين إيه اللي مطلوب من إيهاب جلال وإزاي يقدر يعمل ده في الفترة اللي جاي اللي مطلوب منه حاجات كتيرة يعني اللي مطلوب منه حاجات كتيرة ولكن من المحطات اللي انت اتكلمت عليها دي أكتر واحد من وجهة نظري نجح كان كوبر ما هو نجاح المدير الفني المنتخب في حاجتين نتائج كويسة توصلك للهدف اللي انت عايزه وعرض كويس العرض الكويس ده مرتبط باللعيب مرتبط بنسبة 70% بإمكانيات اللعيبة اللي معاك وانا مش حينفى ألعب كرة كويسة وما عمديش لعيبة كويسية احنا ما عمدناش لعيبة كويسين لا احنا يعني هو كوبر أخد أحسن حاجة من الجيل اللي كان معاه عشان نوصل كاس العال لو كان حيلعب كرة حلوة وكرة مفتوحة لا ما نقدرش هو انا لو قلت لحضرتك بص على فرق الدوري الممتاز في مصر واختار لي في كل مركز ثلاث أسماء على أعلى مستوى تحتار في مين فيهم يبقى أساسي ومين فيهم يبقى احتياطي ده سؤال بالنسبة لحضرتك بكل الخبرة والرصيد الكبير في عالم التدريب وفي الملاعب سؤال صعب؟ نا سهل جد مش صعب بس هل التلاثة لعيبة اللي انا هاختارهم في كل مركز هل دول أحسن لعيبة لما اختارهم على المستوى الدولي السؤال بيحصل ايه في الاختيارات انا ما بختارش عشان ده كويس في الدوري لا 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 انا بختاره عشان حيبقى كويس معايا في الاحتكاكات الدولية دي بقى برؤية المدير الفني بنظرته وهي دي الموهبة في التدريب يعني هي دي المدرب الموهوب ازاي انها لما بختار باك رايت وححطه يبقى من احسن باكات رايت في مستوى الفرق اللي انا هلعبه الدولية مش الدوري لا الدوري ده يعني مش مقياس لأي حاجة وبعدين انا مثلا اسمع بسمع كلام كتير يقولك السكات الميهاب جلال بيبتدي الكرة من تحت ايه بيبتدي الكرة من تحت ايه معضلة يعني يعني هي دي البصمة يعني ان انا بتدي كرة من تحت طب افرد فرقة اقوى مني وحتضغط علي من تحت حابني هلعب كرة من تحت ازاي فاحنا برضو يعني المأمورية صعبة المأمورية صعبة القماشة اللي موجودة عندنا يمكن انا معاك في حلقات قبل كده من قبل كاس الأمم الأفريقية والكلام ده كله القماشة اللي عندنا اقصى ما عندها بتقدمه ولكن اقصى ما عندها ليس كافية ليس كافية ممكن يعمل لك نتيجة كويسة بس مش هعمل لك كرة حلو لا مش هنقدر ازاي انت يعني مش هنقدر ممكن نتيجة كويسة توصلك لهدف يعني ممكن نوصل دعما تخلينا حط لك السؤال المهم اتفضل ازاي بقى عندنا القماشة كويسة يعني في مصر على مستقلة أفريقيا هتكلم برضو على نفس المعايير والمقدمات اذا كنت بتكلم على اندية كبيرة عندك اكبر اندية في القر اذا كنت بتكلم على ميزانيات عندك ميزانيات يمكن اكبر من قدية أوروبا هقرن الميزانيات في مصر في بعض الاندية بميزانيات اندية أوروبية في الدوليات الخامسة الكبرى مش في دولي اليونان وسويسرا ودانمارك اذا كنت بتكلم على بنية تحتية عندك ملاعب اعتقد مصر حصل فيها طفرة رهيبة في عدد الملاعب والاستادات المجهزة اذا كنت بتكلم على تعاقدات مالية واواء الاخره الدنيا في مصر بقت الحمد لله مفتوحة جدا مع كل ده مش قادر يعمل مسابقة او بطولة تفرز لي او بطولات بقى انا اتكلمها داخل لازم ادخل للناشئين والفرقة الصغيرة في الموضوع تفرز لي منتخب عنده وماشا كويسة مصر اللي فيها 100 مليون مصر طلعها محمد صلاح ومطلعها الخطيب ومطلعها ابو تريكة ومطلعها احمد حسن ومطلعها حسام غالي وغيرهم 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 كثير مش عمانساش حد لا مش قادرين مش قادرين لان الاسف احنا برضو بنشتغل بنبص دايما تحت رجلين وما بنشتغلش انت عشان تعمل لعيب كورة كويس يا احمد لعيب كورة اقل حاجة خمس سنين يعني بدءا من تحت يعني لو من خمستاشر سنة لازم يشتغل شغل خمس سنين وشغل احترافي في تدريبات تخصصية حسن مركزه يعني انت بتتكلم ازاي تعمله لعيب كورة يقدر لما يوصل لعشرين سنة ما عندوش عيب ولا هو بطيء ولا ما بلعبش برجله الشمال ولا ما بلعبش بدماغه ولا عضلاته ضعيفة ولا بسم شباب بطل افريقيا ومثل قرار افريقيا في اولمبياد توكيو وبعدين راحوا فيه أو بعدين بعد قصة طبعا لا معلش يعني هي برضو مش مقياس البطولات الشباب والناشئين مش مقياس لعيب كورة عشان تعمل لعيب كورة أنا بقولك يعني محتاج خمس سنين يتمرن يتمرن على ايه أو يسقل على ايه على كل حاجة كل موقف بيقابله في كورة القدم كل مهارة بيستخدمها في كورة القدم فانت عشان تعمل لعيب كورة عايز لك خمس سنين من ناحية يعني ده برة بيقيسوا عضلات الولد يعني فاخد الولد بيتقاسوا عنده 15 سنة وازاي تشتغل معاه عشان تضخم له العضلة مثلا بتاعت رجليه عشان يبقى رجله تبقى حاجة تقول ده لعيب كورة فعلا محترف فشغل كله على أسس علمية وبياخد وقت احنا منشتغلش كده احنا منشتغل بنبص دايما تحت رجلينا بطولة ناشئين اخد البطولة طيب بعد خدت البطولة هل فيهم كام ولد حينفع ان هو يكمل وكم ولد ينفع ان هو يكون لعيب دولي فهي هي دي اللي نقصان عشان كده بنلعب السنغال لا في فوارق فوارق في الكورة وفي السرعة وفي القوة وفي الالتحام ويعني دي دي كلها عناصر بتشكل لعيب الكورة احنا عندنا نواقص طبعا كتير جدا في الكلام اخر فريق السنغالي مثلا كان بينافس في بطولة افريقيا سواء دولي ابطال او مفيش انا افتكرش صح اه طبعا مش فاكر او ما عنديش معلومة بس انا متأكد انه لا امكانيات الاندية في السنغال ولا امكانيات الاتحاد اتحاد الكورة في السنغال تسمح له بانه خالص عندهم كام لعيب محترف بقى السوائل بقى هنا طب ويحنا ليه اصلح ان هي تطلع برا ليه لان انت ما بتشتغلش معاهم في السن الصغير المفروض ان انت تعملوا بالنسبة لولد عشان تعمل لعيب كورة دايما لما بيبقى معايا ناس معلش انا اقولك حاجة انا في سنة ستة وتسعين كنت ماسك في فرقة النادي الاهلي تحت سبعتاشر سنة فرقة دي كان فيها ابراهيم سعيد وحسن مصطفى ومحمد جودة وهاني سعيد واحمد السيد وامير عبد الحميد واحمد بلال واحمد صلاح حسني في الوقت دا انا كنت راجع من ألمانيا رحت ليبزج اخدت ليبزج عدت تسعة تشهر هنا ورجعت اشتغلت معاهم شغل اللي انا بقوله لك دا ان انا كنت بقيس العضلة بتاعة الفخد وبعد فترة ارجع عائز تاني اشوف التطور اللي بيحصل ازاي لان ان انت تضخم رجل العيب الكورة دا شغل علمي ازاي ضخم الفخد وازاي حسن توافق العضلة من الداخل دا شغل تاني فهو كورة القدم علم اللي بيدرسه وبيعرفه بيعرف يشتغله وبتلاقي نتائج والحمد لله الفرقة دي طلعت كل اللي فيها تقريبا 14 ولد بانجوم مصر على مدار التاريخ النادي الاهلي ومنتخبات مصر وهو دا بقى الفرق يعني من الولاد دول ابراهيم سعيد لعيب دولي احمد بلال لعيب دولي كلهم لعبوا للنادي الاهلي وفي قمدية تانية وفي منتخبات مصر ليه لان ما كانش فيه لعيب طالع في دي فوق تتفرج عليه تقول دا احمد ايه جسمه دا صغير دا لا زي الوحش جسمه ماسك نفسه لانا لعيب القرى لازم عضلاته تكونش ايلا فده محتاج شغلة معين اللعيبة كلها سريعة اللعيبة كلها بتعرف تلعب تحت ضغط لان كل الوحدات التدريبية كنا بنشتغل فيها كل الكلام دا فانت عشان تعمل لعيب محتاج لك خمس سنين احنا بنعملش الكلام فمش هتلاقي لعيبة محترفة هتلاقيهم فيه وحتلاقي اللي بره احنا عندنا اللعيب الوحيد المحترف يعني نمرة واحد محمد صرح طبعا اللي هو بيلعب بصفة مستدينة هي اللعيبة المصرية اللي تلعت بره ولمعت قوي ونجحت يعني من اول ما بدأنا مشوار الاحتراف كلها كانت استثناءات يعني كلها اجتهادات فردية اذا كان هو مؤهل او قدر يتعامل مع العقلية الاحترافية ويتعامل مع عيشة الاحتراف بره ويشتغل على نفسه ويطبعا لانه فيه ناس بتشوف انه احترافت بره ده اخر المشوق يعني كوني بس مضيت العقد وروحت لا انا محترف كده انا كده تمام بيضمت 5 مليون ولا 10 مليون انا محترف لكن فيه ناس رايحة عارف انها رايحة فيه رحلة كفاح وفيه مشوار وفيه تعب وفيه تأقلم وحتى محمد صلاح لما مشي لما سافر ما كانش مؤهل ما كانش مؤهل ما اتفق مع حضرتك هو لما راح سويسرة ابتدى يعيش مرحلة الاحتراف وابتدى يشتغل على نفسه بشكل كبير جدا لان محمد جسمه قبل ما يسافر ما كانش بالقوة دي عضلاته ما كانتش بالقوة دي لانه برضو مسكته سنة نادي الموليه 2010-2011 في الموليه العرب في الفريق الاول فهو اهل نفسه وانما هو مش طالع ممكن جدا جدا زي وزي غيره بعد قصة تشالسي دي وانه موريه ما كانش عايزه يرجع تاني هنا يلعب في اي نادي وقصة وانتهى بالظبط فاحنا حتى موضوع الاحتراف عندنا هو ماشي ماديا بس يعني مش متزر كتير من ايهاب جلال فعلى مستوى الاداء والشخصية ممكن تكون منتزر منه على مستوى النتائج لكن على مستوى التطور ده مرتبط بالقماشة اللي موجودة والقماشة مش هتسمح القماشة اللي موجودة عندنا ده اقصى حاجة عندها من ناحية العروض والكرة الحلوة اللي احنا مستنين ان احنا نتفرج عليها النتائج بقى ممكن انا اعمل نتيجة كويسة واوصل للهدف بتاعي بدون عروض كويسة بدون لعب كويس بس ده برضو ده انجح واحد فيهم لانه هو وصلنا الكاس عالم بالانتنادي بس جراهنا في الكرة معلش ما هو ما اقدرش خلي بالك لو كان هيلعب كرة ويفتح المنشات وتاع ما كانش هيا لا 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 ما كناش خسر حتى لما روحنا كاس العالم يعني ما تقدرش ما هو أسل كرة هو ده كان كاس عالم يا كابتن خالد يعني هي روسيا ومع كما التأديل ليهم يعني فرق الكرة احمد زي معقولة هتحط مثلا عربية وطفر مثلا مركتة موديل 20-22 جنب عربية موديل 65 ما هقول حاجة هقول لدي هقول لك ليه هقول لك بالدليل القاطع والواقع طب ما الأهلي لما تيجي تقارن إمكانياته وقدراته بنادي زي بالمراس في البرازيل لا طبعا احنا حسن في الترجمة احنا حسن بس في النهاية انت بتلعب بطل برازيل وبطل أمريكا الجنوبية لما تيجي تقارن الأهلي بمونتري من حيث الإمكانيات والصفقات والقيمة المادية والتسويقية ومستوى البطلات اللي بيشارك فيها هتلاقيه انه على أرض الواقع الأهلي أحسن لما تيجي تقارن الأهلي بالهلال السعودي مثلا مش كل دي عندنا نحن لعبناها وفي مواتشات رسمية مش والداية يعني يعني عندهم الحافز والدفع انهم يكسبهم فبالتالي أنه الأهلي يحسن ما هو الأهلي يحسن هو على مستوى لأن دي طب ليه المنتخب مش حاصل ده لأن انت بقى خد لعبة الأهلي كلها لعبها في المنتخب على فكرة في ناس كتير جدا في ناس كتير من برى مصري مش قولك المصريين ولا أهلي في ناس كتير جدا من برى مصري يعني في مناسبات فأكتر من ما أس بألك يا جماعة خدوا الأهلي يعب في تيشرت منتخب مصري هيعمل وحط محمد صلاح هيبقى هيبقى شكل وانت هتلاقي المنتخب بتاعنا كده يعني ارجع في أول تجمع اللي جاي ده هتلاقي المنتخب فيه سبع تمانية من الندل محمد صلاح يعني هي كده إمكانيات أصل الكورة هي إمكانيات العيب وأن انت تعرف أن انت فرقتك تقيلة عن الفرقة اللي انت هتلعبها ده مزان إمكانيات فرقتك إيه وإمكانيات الفرقة التانية إيه السؤال اللي جاي يعني ممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة ومحتاج إجابة طويلة بس هاخد من حرك الملخص المفيد فضل أزمة امتداد المواسم وتلاحمها واختلاف الموعيد والتوقيتات عن كل دول العالم شايف إزاي حلها وإزاي نخرج منها لأننا مؤثر سلبا على الأندية ومؤثر سلبا على المنتخبات ومؤثر سلبا على اللعيبة والتعقدات ومواسم الانتقالات وحاك يعرف إلى آخره طبعا المشكلة اللي احنا فيها دي نتيجة سنتين فاتوا يعني من واجب اتحاد الكورة اللجنة اللي جات دي رابط مجلس منتخب وربطة أندية بالضبط إن هم يحلوا يعني أنا دلوقتي لما يكون مجلس إدارة التحاد وربطة أندية وناس جات وقعد على كراسي والمشكلة هي هي طب ما تفكروا وحلوها الناس قالت المشكلة دي احنا جينا لقناها أمر واقع مفروض علينا حلوها بقى هم بيقولوا احنا طرحنا والأندية رفضت لا لازم يعودوا مع الأندية لأن الوضع الطبيعي إن اتحاد الكورة والربطة هي اللي بتدير الكورة في مصر فتبع أقوى من الأندية ولو هم قعدوا واتكلموا كلام منطقي إن لو السنة دي لازم الدوري يخلص في معاد بدري عشان ننتظم بعد كده في المسابقات وفترات القيد واللعيبة الجديدة السرديدة مستحيلة يا كابتن خالد خلاص لا موضع خلاص نحن خلص شهر كام تمانية أو كام شهر تمانية ده على أفضل تأدير الدوريات كلها في العالم بتخلص شهر خمسة أسبانيا خلصت إنجلترا كمان عشر تيام هتخلص انت في شهر تمانية طيب موضع انت عايز كرة ازاي وعايز دوري كويس ازاي وعايز انتظام ازاي هو ده الأساس دي نمرة واحد لازم تتحل رمية الكورة في ملحب الاتحاد نتمنى أنا قلت بس عايزين حد يطرح رؤية أو يعني يكلم معنا في خروج من المعظم لا أنا عندي الحل على فكرة أنا عندي الحل ولا مجموعتين ولا الكلام اللي بيتقال ده حل جديد جدا الدوري مايبقاش 18 نادي ننزل شوي ننزل شوي بس هما ماقدرواش يعملوا الكلام ده عشان الانتخابات بس عشان الأصوات والانتخابات بس يعني المفروض هما قاعدين عشان يبقى محدش يفكر في حاجة حلو قوي نورت وشرفت وإن شاء الله بإذن الله نقابل حضرتك في السادسة المرة جاية بإذن الله إن شاء الله إحنا بنحتفل يعني لو ما كناش بنحتفل بالتأول ناهي نبقى بنحتفل بالتتويج بإذن الله بإذن الله شرفتنا ونعوشتنا وأسعبتنا بوجودة شكرا ألف شكر شكر حضرتكم على متابعة ونتقابل على كل خير دايما على شاشة الأهلي في السادسة تحياتي لحضرتكم